كل قانون بي إيجابيات وسلبيات وبي بعض الملاحظات التي تثير المطلعين عليها أو القارئين إليه فاليوم سجلنا بعض هذه الملاحظات والتي كانت تحتاجها مدينة البصرة ونواب مدينة البصرة سجلناها وطلعنا بحصيلة هاي الحصيلة إن شاء الله راح نناقشها باللجنة المالية ومع بعض النواب عن المحافظات الأخرى التي تشترك مع محافظة البصرة بتخصيصات التي أسهمت بدفع جمع هذا المبلغ لقانون الأمن الطارع والتي هي المحافظات المنتجة بالنفط وضعنا عدة ملاحظات وطرحنا أكثر من مقترح بفضل الله تم استجابة لأحد مقترحاتنا التي هي تخصيصات المنافذ الحدودية ولكون البصرة صاحبت أكثر من منفذ حدودي نتأمل أن يكون المدخول المالي لهذه المحافظة كبيرة لكن بنفس الوقت أكو جنبات مالية بهذا القانون غير واحدة مبهمة ما عندنا دليل يأكد أنه راح تخصص الأموال الصحيحة في المكان الصحيح والمناسب وعليه راح يصير عندنا جلسات أخرى مع الجنة المالية في سبيل توضيح أين ستذهب هذه الأموال في أي مكان ستصرفه هل هي مستحقة أم غير مستحقة فيما يخص مشروع القانون أو مقترح القانون المقدم حاليا اللي يخص الدعم الطار الأمن الغذائي والتنمية في حال إقرار بالتأكيد أنه يفترض أنه تتحسن مفردات البطاقة التموينية أولا واليوم طالبنا أن يكون تضمين استحقاق البصرة من البترو دولار بالتالي أنه هذه آثارها يفترض أنه في حال ذهبت الأموال إلى مستحقاتها وصرفت في مواردها الصحيحة ستكون آثارها على جميع مواطني البصرة سواء كانوا فقراء أو موظفين أو مختلف الطبقات